اشتركوا في القناة وخمسين مليون كيلو ماتر من الشمس هذا الكوكب الرائع وطن لنا انه الكوكب الثالث بعدا عن الشمس واول كوكب يتبعه القمر تندفع الحمم المنصهرة من الاسفل عبر الاطار الخارجي لتنتشر تحت القشرة يؤدي ذلك على السطح الى انتقال القارات اما الدليل على ذلك فهو تحت الامواج حيث تتدافع سلسلة جبال في وسط المحيطات من الاطار الخارجي لتباعد ما بين الصفائح التي تحمل القارات بوسطة الحاسوب سنجفف المحيطات افتراضيا كي نرى الصفائح التي يتباعد بعضها عن بعض بينما يتقارب بعضها الاخر من بعض حيثما تلتقي الصفائح تتفجر البراكين باذن الله يبدو كأن النجوم في الليل تتنقل عبر السماء ولكن هذه خدعة في الرؤية لان ذلك ينجم عن دوران الارض حول نفسها خلال اربع وعشرين ساعة يتعاقب فيها الليل والنهار كما هو الحال مع الشمس فعندما يتحرك الظل على القرص نعلم ان الشمس لا تتحرك بل الارض يكاد الليل يساوي النهار لو ان محور كوكبنا لا يميل بنسبة ثلاث وعشرين درجة عن محوره العامدي اضف الى ذلك تعقيدات فلك الارض حول الشمس حتى يتضح امر الفصول تماما تستهلك الدورة الفلكية عاما كاملا يشهد كل يوم تغييرا بسيطا في الزاوية التي تسقط فيها اشعة الشمس على الارض يصبح التغيير اكبر بعد فصل اما بعد ستة اشهر فيصبح التغيير باقصى اشكاله من هذا الموقع عندما يكون الشتاء في الجزء الشمالي من كوكب الارض يكون الصيف في الجزء الجنوبي منه ايام قصيرة باردة في الشمال مقابل ايام طويلة حارة في الجنوب بعد ستة اشهر وحين تصبح الارض في الجانب الاخر من الشمس يحل فصل الصيف في الشمال وفصل الشتاء في الجنوب وكل ذلك بامره عز وجل تغير الفصول يعني تغير الغروب ايضا مع حلول فصل الربيع في الجزء الشمالي تغرب الشمس باتجاه الغرب تماما اواسط فصل الصيف تأتي الشمس من اعالي السماء لتغرب شمال المنطقة الغربية اما في اواسط فصل الشتاء فانها تغرب جنوب المنطقة الغربية عبر الاقمار الصناعية نرى تأثير الفصول على الغطاء الثلجي ولكن الشمس هي العامل الرئيسي في المناخ عند خط الاستواء حيث تسقط اشعاتها عموديا تؤدي الحرارة الى صعود الهواء الرطب يؤدي ذلك الى ثلاثة محركات هائلة للهواء تدور بين خط الاستواء والقطبين محركة الهواء الذي يصعد ويهبط هذا هو سبب الرياح ان دوران الارض يمنع توجه الرياح نحو الشمال والجنوب ولكنها تدور بامر الله وتجعل الرياح تسير نحو الشرق او الغرب سماء شمال افريقيا صافية لان الهواء الجاف يهبط ليصعد الهواء الرطب نحو الشمال والجنوب ترجمة نانسي قنقر